قلنا قبل كده ان الاهلي اجر الملعب رقم 3 لنادي الفروسية لمدة سنتين مقابل دفع مبلغ 75 جنيه مصري سنوية القرار اللي صدر في جلسة اللجنة العليا يوم 3 فبراير 1936 وقلنا انه في الوقت ده كان معتاد تأجير الملعب كمصدر لزيادة الارادات اللجنة العليا للاهلي اتفاجأت في نهاية عام 1937 بطلب غريب من الجماعية الزراعية الملكية وكان مقر الجماعية في الوقت ده مكان دار القبرة الحالية بالجزيرة جنب النادي الاهلي ايه الطلب الغريب ده هنعرفوا من محضر جلسة اللجنة العليا اللي انعقدت يوم 2 يناير 1938 جي فيها احيطت اللجنة بالمكاتبة الواردة من الجمعية الزراعية الملكية برغبتها لاستلاء على ارض النادي الاهلي لاستعمالها في احتياجات المعارض الزراعية على ان تقوم الجماعية الزراعية بتعويد النادي بارد اخرى له في منطقة الاندية بالعجوزة وقد رأت اللجنة العليا ارجاء هذا الموضوع حتى تفحصه اللجنة التنفيذية وتبدي ما يعنه لها من الرأي فيه كان طلب غريب يعني ايه الجمعية الزراعية الملكية تاخد ارض النادي وتديه ارض بديلة ممكن حد يسأل سؤال طب ايه المشكلة؟ مانادي يرفض وخلاص ليه يعني يحول الموضوع لللجنة التنفيذية مسألة ما كانتش سهلة كده الجماعية بتحظى بالرعاية الملكية يعني لازم يتم التعامل مع الامر بحذر وحرص شديدين اما منطقة الاندية في العجوزة فدي كم مكانها هو نفس مكان مصرح البلون دلوقتي الدولة قررت وقتها انها تحولها منطقة الاندية وكانت بتضم اندية التوفقية والترسانة والمختلط وفي جلسة اللجنة العليا يوم 17 نناير 1938 تم عرض طلب الجمعية الزراعية الملكية مرة تانية وجه في محضر اللجنة العليا للنادي الاهلي وبعد ان تناقشت اللجنة في طلب الجمعية الزراعية الاستيلاء على ارض النادي نظير تعويض ارض ومباني او قيمتها تم ارجاء امر طلب الجمعية الزراعية الى فرصة اخرى ادارة الاهلي وهي بتأجل بحث طلب الجمعية الزراعية الملكية كانت بتدور عن سبب رغبة الجمعية الزراعية الملكية لاستلق على ارض الاهلي اشتركوا في القناة